اهلا مخادراتكم في هذه التغطية اعلن البنك المركزي المصري الاحهد عن ارتفاع صف الاحتياط النقدية من العملات الاجنبية بنحو 72 مليون دولار ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023 وذلك مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023 وتتكون العملات الاجنبية بالاحتياط الاجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية هي الدولار الامريكي والعملة الاوروبية الموحدة اليورو والجنيئ الاسترليني واليين الياباني وايضا اليوان الصين وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على اساس اسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الاسواق الدولية وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري في السياق ذاته كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي رفع سعر يعائد الاداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس 1% ليصل الى 19.25% و20.25% وايضا 19.75% كما تم رفع سعر الاقتنان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 19.75% على الصعيد العالمي استمرت توقعات الاسعار العالمية للسلع في التراجع ومقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 23 وفي المقابل ارتفعت الاسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي كما تراجعت توقعات معدلة التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة وفي ذات الوقت ارتفعت توقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ايضا من المتوقع ان تضلرت اسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات اعلى من تلك المستهدفة وهو ما يتسك مع تخييض الاوضاع المالية العالمية بشكل عام وعلى الصعيد المحلي ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الاول من عام 2023 وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 وتوضح البيانات المبدئية للربع الاول من عام 2023 ان النشاط الاقتصادي جاء مدفوعا بالمساهمة المجابة لقطاعات السياحة والزراعة والتشهيد وايضا البناء ومن المتوقع ان يتباطأ معدل نمو النتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2022-2023 وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له بما يتسق مع المؤشرات الاولية للربع الثاني من عام 2023 على ان يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوصل وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة الى 7.1% خلال الربع الاول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له ويرجع ذلك بشكل اساسي الى زيادة اعداد المشتغلين مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابق تقرأ جزيلا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر